أنا عندي سؤال واحد بس سيادة النائب يعني هنعمل حلقة مفاصلة فعلا عن تفاصيل أزمة الوفد لأنها أزمة متشعبة ولا تعود فقط لعبدالسند أو لعهدي وإنما تسبقها ببضع سنوات أنا عايز أسأل هو الوفد ده حزب طول عمري متعلمة كده من الكتب وأنا صغيرة أن الوفد ده حزب معارض طالما أنه ده غير بقى لما كان في السلطة من قبل الملكية 27 متقطعة لكن أنا بتكلم دلوقتي طول عمره في المعارضة الآن هو الوفد فين تصنيفه إيه كحزب هو معارض ولا هو مؤيد ولا هو في النص ولا بشارطة ولا إيه بالظبط لا هو حزب الوفد وحزب معارض لكن ده موجود ممورثاتنا في داخل البرلمان موجود في ممورثاتنا في داخل المجلس الشيوخ لكن ما حدث بقوله حدوك أن لم يعتضيق الوفد سواء جماهير وشعبيت وحنا عندنا قواعد كبيرة جدا في كل محافظات لم يكونك تواصل مع المحافظات بشكل كبير لم يرتب البيت بشكل كبير ويمكن ده أنا بقول قد تكون هذه الانتخابات هي نقطة لتصحيح وعادة المصار وفتح بيت الأمة إلى كل المصريين وإلا يكون قاطر على شخصيات معينة لأن هذا الوفد بالأمانة الشريدة الفترة الأخيرة تم تخضيمه خلال قرارات ونده خلال الوفد مش وفدين مش لبراليين فليلأسف الشريد ده كان مؤثرات كثيرة جدا ومعطيات دي كلها قدت إلى نتائج وكلنا أتوقع هذه النتائج على فكرة بتقولي أنه هذه الانتخابات نقطة بداية وهناتكلم مرة تانية عن الوفد هذه الانتخابات قد تكون نقطة بداية لوفد جديد؟ صحيح شوف أن ملوحة ده كلمة بسرية واحدة بس فار أن حز الوفد هو ميراث للشعب المصري وليس ميراث الوفدين هو أقدم الأحزاب في العالم وليس فيه الشرق الأوسط حز الوفد هو لابد أن يحافظ عليه كل مسؤول في مصري الدولة لأن يكون هذا الحز يستطر من خلال قواعده ومن خلال تنظيم ومن خلال تغيير اللائحة الموجودة والقوانين الموجودة في الحز لكي ينطلق هذا الحز ويندم ينطلق حز الوفد ينطلق يعني هو المعدل حياة السياسية هو الحياة الحياة السياسية حز الوفد والتيارات اليسارية أنه وقتما سريع بقى إحنا نطالب الدولة أنها تحترم الدستور والقانون نطالب الدولة بالديمقراطية ونحن لان نمرس الديمقراطية داخل الوفد نطالب الدولة بالانتخابات ونحن لان نمرس الانتخابات النزيها داخل الوفد وده أس lee من الأحزاب المصرية الحياة سريعا نعمة يا أستر سلمان مساء الخير عماد حسين معك أستر سلمان فيما التعلق بالتراث حزب الوفد نعم حزب عريق وتراثي وأقدم حزب لكن في السياسة ما لم تعمل على الأرض فالناس ستنساك وأحزاب كثيرة في العالم اندسرت الحزب الوطني القديم كان حزبا شعبيا كبيرا لكن الناس نسيته فما أقصده ما هي الوسائل التي يملكها الحزب وأعضاؤه لتصحيح هذا الوضع في كل الدول الديمقراطية أو الأحزاب الكبرى اللي بتقول عليها لما بيخفق حزب أو رئيسه بيقدم السائلته أو بيتم مسائلته ويبقى فيه دم جديد وتصحيح أو تجديد ثقة هل هناك آلية داخل الوضع لمسائلة السؤال كيف وصل الحزب لهذه المرحلة بلا شك حارة تكلم بشكل طبيعي أن يكون هناك محاسبة لكن احنا عندنا الهية العليا في حزب الوضع وهي مثلها تسسين عضوا اعتقد كلنا موجودين النهاردة بالطالب نحن نعمل جلسات للهية العليا ليك عداد كشف حتاب وأيضا حسب فيه مسؤولات سياسية تحملها السيد رئيس الحزب الشخصية يمكن احنا هي العليا لم تجتمع منذ أكثر من ثلاثة شروع نصف وده لا يمكن كل حزب يخض الانتخابات ولن تجتمع حياته أو مجلسه مجلسه التشريعي أو قواه الموجودة لم تجتمعه لكن دي نتائج احنا نقول ان احنا الدكتور عبدالسند ما احترامنا وتقديرنا الشديد له وبالصفته اكاديمي ورجل استاذ جامعة إلا إن السياسة لها حسبات أخرى ولا بد لكونك ذكاء اجتماع لإحتواء كافة الوقت طيب أنا هنعمل جلسة للوفد لأنه هذا حزب مهم لا يجب أن نتركه يسقط صراحة ولا يجب أن نتركه يفشل هذا حزب يجب انقاذه ولو كانت يعني الانتخابات نقطة بداية فهي نقطة بداية لانقاذ الوفد ليكون حزبا معارضا حقيقيا على الأرض وحزب حقيقي لأن الوفد ده موجود في كل المناطق في مصر في كل القرى في كل النجوع ده حزب حقيقي يا جماعة ده مش حزب كرتوني ده حزب حقيقي من الأحزاب الحقيقية شكرا سيادة النائب سليمين وهدان